السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه التغطية السريعة لما يحدث في الساعات القليلة الماضية امبارح عملنا حلقة بس مباشر وبنتابع معاكم أخبار زلزال تركيا وسوريا وما جاءت به الأحاديث والإسقاطات الشرعية السليمة تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الساعات القليلة الماضية من ساعة ما سبناكم في البس مبارح طبعا الشعب في مصر وفي الدول العربية من ساعة ما شافوا المشاهد المفزعة المؤلمة بتاعت سوريا وتركيا شبح الزلزال بيسيطر على الشعب العربي وعلى الناس في مصر ولذلك فيه توجس وخوف وترقب بيطلع خبير أردني بيحذر المصريين بيقول لهم إن سد النهضة بيمثل خطر كبير جدا وإن المنطقة اللي مبني عليها سد النهضة فيها نشاط زلزالي متوقع ومتوقع يحصل فيها زلزال كبير سيؤدي لانهيار السد ويمثل غرق أجزاء كبيرة جدا من السودان وأجزاء كبيرة من دلتا مصر والمدن الساحلية وهتبقى خسائر فادحة هكذا حذر الخبير الأردني عبر آر تي الروسية جريدة آر تي الروسية من هذا الخطر الكبير في نفس التوقيت ما زال لسه في التوابع الزلزال شغالة في تركيا وفي سوريا وفي هزات ارتدادية ما زالت تحدث إلى الآن لأن الخبراء تكلموا قالوا أن هذه الهزات الارتدادية ستستمر قد تمتدل سنة وده خبر يعني يعتبر مفزع بالنسبة للناس في سوريا وتركيا أن الخبراء أكدوا أن الهزات الارتدادية ممكن تستمر شهر أو على أقصى تقدير سنة كاملة طبعا إحنا بنقول أن الزلازل اللي شغالة دي تحدثت عنها الأحاديث والنبوءات وبصفة عامة يسبق الإمام المهدي ظهوره قصرت زلازله ده اللي شغال مش في سوريا وتركيا قبل موضوع سوريا وتركيا كمان ده شغال من 2022 ولكن الناس ما كانتش مركزة كانت محتاجة حاجة كبيرة جدا عشان تنتبه تعالوا ننتقل لخبر برضو هام جدا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار عقار أو عقارين عمرتين انهاروا في ضمنهور طبعا زي ما بتظهر قصدنا هذه المشاهد لانهيار عقارين في مدينة ضمنهور طبعا كل الناس لما شافت هذا الخبر بتاع انهيار العقار في ضمنهور ومنذ قليل انهار العقار المجاور في ضمنهور كل الناس خطر في ذهنها قصة الزلزال وان ممكن يكون هذا الانهيار بسبب زلزال طبعا احنا بنقول لا الانهيار حصل بسبب انفجار في انبوبة التوصيلات الغاز الطبيعي وليس له علاقة بزلازل وهذه طمأنينة احنا بن وجهها للناس اللي في مصر علشان في مواقع التواصل الناس بتشوف صورة مبنى منهار وبيلاقوا الخبر انهيار مبنى في مصر على طول كله بيفكر بيقول ايه بيقول ده اكيد من توابع زلزال سوريا وتركيا احنا بنقول لا اه ملوش علاقة بالزلازل اصلا ده بسبب انفجار في التوصيلات بتاعة الغاز الطبيعي مما ادى لانهيار مبنى وبعد كده طبعا المبنى اللي بجواره انهار نتيجة لايه للتلافيات اللي حصلت طبعا في ناس كمان سألوني وقالولي وده عبر الثلاثة ايام الماضية هل هناك علاقة ما بين تزامن ظهور النجم الاخضر واللي شوهد والناس شفته في كثير من دول العالم ومنها دول عربية هل له علاقة بما يحدث من زلزال سوريا وتركيا الاجابة ان كان هذا هو النجم الطارق هيبقى ليه علاقة ولكن احنا عندنا وده كلام مهم للناس بالنسبة لموضوع المزنب الاخبار والروايات تكلمت ان هذا المزنب يراه الجميع وايضا يظل مرئيا الناس تصحى للنهار تلاقي النجم الطارق ظاهر بوضوح سواء نور النهار او ظلام الليل يلاقوا هذا النجم ظاهر بوضوح اذا لغاية دلوقتي لا نستطيع ان نقول ان المزنب الاخضر هو النجم الطارق ربما يزداد ظهورا ووضوحا ويبهو ده كده نتأكد ان هو النجم الطارق ده كان توضيح مهم بالنسبة لحكاية المزنب الاخضر بعد قليل باذن الله معانا حلقة واستمرار لتغطية الاحداث ويعني ان شاء الله احتمال كبير في نهاية اليوم نخرج عليكم بحلقة بس مباشر مجمعة احنا بنتابع سريعا الاخبار على مدار اليوم وفي الاخر خالص ان شاء الله نختم اليوم بحلقة بس مباشر ان شاء الله تنال اعجابكم بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته